الجهاز المناعي الجهاز المناعي هو الخط الأمامي للدفاع ضد الأمراض المختلفة بالحفاظ عليه فأنت تحمي نفسك من الكثير من الأمراض لذلك سوف نتعرف على الآتي ما هي الأشياء التي تدمر جهاز المناعة في الجسم؟ ما هي الأشياء التي تقوي جهاز المناعة في الجسم؟ هل الأدوية المقوية للمناعة تغني عن الأشياء السابقة؟ أولاً، الأشياء التي تدمر جهاز المناعة في الجسم 1- الضغط العصبي الإجهاد العصبي والضغط النفسي يزيد من مستوى الكورتزول بالجسم مما يقلل من إنتاج البروستغلاندين الجيد الذي يدعم وظائف المناعة 2- تناول كميات كبيرة من السكر إن الاستخدام المفرط للسكريات والأطعمة الدسمة والدهنية يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي حيث أن قدرة خلايا الدم البيضاء التي تقتل البكتيريا تضعف بدرجة كبيرة عند تناول السكريات 3- الصغر وقلة النوم بدون القسط الكافي من النوم لا يحصل جهاز المناعة على فرصة لإعادة البناء ويصبح ضعيفا وترتبط قلة النوم بانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم في محاربة الأمراض 4- عدم شرب كميات كافية من الماء يجب الحفاظ على مستوى جيد من الماء بالجسم للمساعدة في تقليصه من السموم ومساعدة الجهاز المناعة في محاربة أي عدوى 5- التدخين تحتوي السجائر على أكثر من أربعة آلاف مادة كيميائية ضرة وجميع هذه المواد سامة للجسم مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ولا يشترط تدخين السجائر وإنما التعرض للدخان الخاص بها أو ما يسمى بالتدخين السلبي حيث أن هذه المواد الكيميائية تصبح أكثر خطورة وضررا عندما تحترق 6- كفرة تناول المشروبات الغنية بالكافين الإفراط في تناول القهوة والشاي والأنواع المختلفة للمياه الغازية يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز المناعي بالجسم لذا يفضل تقليل من تناولها وبالأخص في فترات الليل 7- الأدوية يؤدي الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وكذلك الأدوية التي تكافح الحمى إلى إضعاف جهاز المناعة بالجسم ولذلك يجب الاتزام بالجرعات المحددة للأدوية وعدم تناول أي عقاقير دون استشارة الطبيب ثانيا الأشياء التي تقول جهاز المناعة في الجسم واحد تناول الطعام الصحي يعد تناول الطعام الصحي المتوازن والغني بمضادات الأكسدة أمرا أساسيا للمحافظة على وظائف الجهاز المناعي في الجسم فقد تساعد هذه الأطعمة على بناء خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى وترميم الخلايا المتضررة والقيام بكل ما يحتاجه الجسم لحماية نفسه ضد الأمراض والعدوى اثنين التأكد من حصول الجسم على الفيتامينات يسهم استهلاك الفيتامينات في تعزيز قوة الجهاز المناعي وخاصة فيتامين ألف وفيتامين بي ستة وفيتامين جيم وفيتامين دال وفيتامين هاء ثلاثة ممارسة التمارين الرياضية ينصح بممارسة التمارين الرياضية حوالي نصف ساعة يوميا لتحقيق أكبر فائدة منها فمن الممكن أن تساعدها على زيادة قوة الجهاز المناعي في الجسم أربعة التعرض لآشعة الشمس تحفز آشعة الشمس على بيتامين دال في الجلد وهو البيتامين الموجود في عدد قليل من الأطعمة وانخفاض مستواه في الجسم مرتبط بارتفاع خطورة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي ولضمان حصول الجسم على كمية كافية من أشعة الشمس ينصح بتعريضه لأشعاتها لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في أيام الصيف خمسة غسل اليدين باستمرار اعتمادا على دراسات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن الحرص على نظافة اليدين تعد من أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها وقاية الجسم من الأمراض وهو ما يستدعي الاهتمام بغسل اليدين جيدا باستخدام الماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية ثالثا هل الأدوية المقوية للمناعة تغني عن الأشياء السابقة؟ بالطبع إنها لا تغني عن الأشياء السابقة ولكنها قد تقوم من العوامل المساعدة مع اتباع التعليمات السابقة ولكن احذر فسوء استخدام هذه الأدوية كي يؤثر سلبا على صحتك لذلك لا يتم استخدامها إلا تحت إشراف طبيبك الخاص أو تحت إشراف الصيدلي وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل درس التنبيهات ليأتيك كل جديد